اشتركوا في القناة كان عنده تلميذ وكان بيديله مجموعة نصايح في كتاب فسمي ايها الولد من حب ولطفه مع تلميذه يبني اعمل كذا ويبني فسمي ايها الولد وصلنا فيه لما كان بيحكي له قصة الشيخ شقيق البلخي والتلميذ حاتم الاصم لما حاتم الاصم صاحب يعني تتلمذ مع شقيق البلخي تلاتين سنة فشقيق بيقوله انت استفدت مني ايه قالوا استفدت منك تمن حاجات قالوا حكيلي فحكينا رقم واحد واثنين واحنا النهاردة مع الفائدة الثالثة اتنين من اكابر العلماء واحد منهم تلميذ التاني بيتناقشوا استفدت ايه من صحبتي في تلاتين سنة فده دهب كنوز اللي جاي دي قالوا الفائدة الثالثة الكلام ده كلام سيدنا حاتم الاصم اني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده عليه فتأملت في قوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى بيقوله يا مولانا انا تعلمت حاجة حلوة من مشهد وحش شفته لان البني ادم صاحب قرار ممكن يتعلم الحلو من الحلو والحلو من الوحش وممكن يتعلم الوحش من الحلو والوحش من الوحش قرارك يعني انت لما تشوف انسان كريم ممكن تتعلم منه الكرم فتصير كريما تقلده وممكن لما تشوف انسان كريم تقول ايه ده اللي بيضع فلوسه في الانفاق في سبيل اللي عم بخليك الحاجة يا عام فتشوف كريم تحس انه سافج فتبقى بتتريق عليه عشان هو انسان معطاء فتستبيحه اصلا وتستغله فده تعلم الحلو من الحلو وده تعلم الوحش من الحلو طب والتاني شاف واحد بخيل اتعلم منه الكرم لان البخل شيء قبيح جدا جدا خلي الانسان منظره وحش والغضب واحد متعصب وبيكسر وبيهين في البني ادمين فتحسنا مش عايزة بقى كده فتتعلم الحلو من الوحش تبعد عن الخلق ده او واحد يقلده لما يشوفه ازاي بينتقم من البشر وبيدوس على رقبتهم وازاي بيسرق ويعرف يضحك على الزبون ويش عارف ايه يعملوا ايه في البضاعة فتقدر تتعلم الوحش من الوحش برضه القرار قرارك فشقيق البلخين بيقوله نشوفت الناس يسعى يسعون في جمع حطام الدنيا حطام هو الشيء الغير باقي وكل حاجة سوى الله غير باقية كل من عليها فان امال اللي بيبقى اللي بيروح عند ربنا فاللي بيبقيه ربنا لانه وعد بابقاء الاشياء اللي انت هتبذلها هتتركها في سبيله فبيقوله رأيته من الناس من يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده اللي ربنا قال عليه في القرآن ان الانسان خلق هلوعة اذا مساه الشر جزوعة واذا مساه الخير منوعة مش عايز يتصدق او يزكي من جهده من علمه من ماله من لبسه من طيبة قلبه وحنيته اي حاجة بتقتنيها ربنا امرك وشجعك انك تبذل تنفق على اللي محتاجها قال فتأملت قوله وتعالى ما عندكم ينفد المشاعر اللي عندنا بتخلص من الحب والسكينة والامان والطمأنينة سعب بتروح مننا والفلوس بتخلص واللبس بيقدم ويبلغ والكل شيء في الدنيا بيطرق بيحصله تغير وبيقدم الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام الباقي الذي لا يتغير فقال له ايه قال له ابعت الحاجات لربنا عشان اللي عند ربنا هيبقى لان ربنا سيبقيه قال تعالى ما عندكم ينفد يخلص وما عند الله باق فبذلت محصولي اللي بحصل منه ببذل منه لوجه الله تعالى ففرقته بين المساكين المسكين هو اللي ما عندوش الاساسيات اللي تكفيه فلوس ممكن واحد يبقى مسكين معلومات مش عارف يشق باب رزقه لانو مش متعلم فانت تيجي تقوله دي بتتعمل ازاي وتعمل كده والغلطة دي تزعل منك فلان وخد بالك كده المدير مش هيقبالك في الانترفيو ومن اول كده ايه سكة رزقه تبقى انت اللي بتديله الدفع بتنفق من علمك ووقتك وصبرك عاديه ففلوس ولبس ووقته وساعات الانسان بيبقى مسكين محتاج اللي يزوره ويحسسه بالانس في مرضه ولا في وحدته فينفق الانسان من وقته ومن نفسيته ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا ذخر من الادخار انا حوشته عند ربنا فكر ابو الدرداء لما واحد دخل ملاقاش كده ايه كرسي في بيته كده قال له فين الكرسي ولا الانطرية ولا الحاجة اللي كنت قاعدين عليها فقال له اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا عند الله دارا هي خير من هذه الدار وانا ارسل اليها خير المتاع من بعد الحاجات شانا نلاقيها عند ربنا وربنا يقول وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا في الدنيا هيكرمك واعظم اجر لما تروح عند ربنا طب قد ايه يا سيدنا النبي قال له الطمرة تبقى قد الجبل كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله هيقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم حتى تصير كالجبل طب الطمرة قد الجبل طب كيلو الطمرة قد ايه شوف كيلو الطمرة فيه كم واحد طب الوجبة اللي انت عزمت عليها الشخص اللي كان صايد طب فلوس اللي مش عارف العلاج اللي انت ساعدت بيها طب علمك اللي انت دفعت فيه الالاف وديته ببلاش لحد عشان يشق طريقه وسهلت له الخبرة والغلطات اللي كانت عندك بدل ما يقع فيها ادتهاله يعني على طبق من دهب وانت انسان كريم بجده فقال له انا لما شفت الناس بتبخل قلت بس انا معاك يا رب لاني زي ما النبي قال يوم ما سأل السيدة عائشة على المعزة اللي كانوا دبحينها فقالت له رسول الله ذهبت كلها وبقي الذراع انا تصدقت وبي سبتلك الدراع نبي كان بيحب الدراع يعني الرجل اللي قدام بتاعة المعزة يأكل بقايا اللحم اللي فيها ذهبت كلها وبقي الذراع فقال بل ذهب الذراع وبقيت كلها اللي هنأكلها دي خلاص هنأكلها وغطروها لكن اللي بقيت عند الله لتصدقنا بها فقال له انا استفدت من ده عشان كده ما ببصش على حاجة من مغتنياتي الا بدوأ الناس من خيري حتى اتدخروا عند ربنا سبحانه وتعالى وبالمناسبة في ناس كتير من كتر ما عندها عطاء نسيت هي عملت ايه وهيتفاجئ يوم الايامة بكم المدخرات اللي اتدخرها عند ربنا اللي طلعها الطيب نفسي وبسماحة وبكرم وبلطف وبمحبة كأنه هو المحتاج فعلا ويدي الحاجة كده ببساطة فهتتفاجئ قد ايه ربنا محوش لك حاجات تعالوا نقف هنا نكمل المرة الجاية ان شاء الله المجلس السبعتاشر من كتاب ايها الولاد ترجمة نانسي قنقر